اشتركوا في القناة تصنف في الظروف الاستثنائية كمناطق عالية الخطورة تشمل التقاءهم بالمسافرين ومناطق الشحن احد منافذ البحرين الرئيسية هو رابطنا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة يتواصل به عمل شؤون الجمارك على مراقبة وتسيير حركة الشاحنات القادمة الى البحرين بعد عدة خطوات تمر بها الشاحنة لاستكمال اجراءاتها ومن خلال انظمة المراقبة الحساسة الحديثة وكاميرات الفيديو وتقنية المسح والتصوير يمكن لغرفة المراقبة التعرف على تفاصيل الشحنات بالسرعة التي تضمن تواصلا سيابية وصول الشاحنات وتعزيز الحركة التجارية شون الجمارك تسعى دائما الى تقديم خدمات جمركية متميزة لتيسير حركة السفر والتجارة المشروعة عبر المنافذ الجمركية وان عمل ادارة جمارك المنافذ البريه في شهر رمضان المبارك لا يختلف عن ايام الفطر بل كانت وما زالت تعمل على مدار 24 ساعة طوال يوم لسبوع لتقديم خدمات جمركية متميزة لضمان عبور البضائع عبر جسر الملك فهد بكل سهولة ويصر ويعد التخليص المسبق على جسر الملك فهد مساهما في تبسيط الاجراءات الجمركية الى جانب ما تم تتشينه من حزمة خدمات الالكترونية تهدف الى تلبية متطلبات واحتياجات كافة العملاء والمخلصين الجمركيين في اطار الالتزام بالاجراءات الاحترازية ضمن الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا وما اشادت منظمة الجمارك العالمية باجراءات البحرين الا خير دليل على سبق المملكة دائما في تعزيز امنها ورخائها جهود متواصلة توالي بذلها شؤون الجمارك حفاظا على امن واستقرار البحرين وسلامة حدودها جوا وبرا وبحرا في مختلف الظروف عمار العماري لمركز الاخبار تلفزيون البحرين جهاز فى سلامة حدودها بجزاء فى السمعات اناره شرع بجزاء اواجزهم بجزاء عمل اواجزهم بالجهود تغني اندره اكثر